اشتركوا في القناة انه مؤلمة سعيدة انه كان هناك حقيقة تواصل ما بين انه الوزارة وكذلك الجامعة وكذلك شاهدنا الطلبة في اروقة الدراسة في اروقة الجامعة هناك الكثير من التدريسين الذين شاهدناهم هم خلية نحل بعملية انه اعمار الجامعة تنظيف الجامعة حقيقة هذه هي علامات مسرة ولكن شاهدنا حقيقة المباني المتضرر من جامعة الموصل ولكن ان شاء الله ستكون هناك حملة كبيرة لعملية اعادة جامعة الموصل والسيد النائب قبل قليل انه تفضل بمبادرة هو اطلاق انه صندوق لاعمار جامعة الموصل وان شاء الله سيتم ذلك كذلك حقيقة يوم امس انه اطلقت رواتب تدريسي وموظفي جامعة الموصل ان شاء الله سيكون هناك حملة ودعم لجامعة الموصل هي جامعة العريقة جامعة المعطاء والتي ستكون هي حقيقة كما كانت هي در من در التعليم العالي ان شاء الله ستعود وسيعود انه ابنائها وكذلك انه موظفيها ومنتسبيها وهذا ان شاء الله سيكون بتعاون ادارة الجامعة وكذلك الوزارة يعني حقيقة معالي وزير التعليم العالي من الشخصيات الوطنية الكفؤة وزيارته لمدينة الموصل قبل ايام ودخوله الى الصرح الكبير لمدينة الموصل الجامعة حقيقة شهادة نعتز ونفتخر بها من قبل معالي الوزير وحقيقة زيارتنا هذا اليوم استبشرنا خيرا باطلاق رواتب موظفي جامعة الموصل وخوصا بمعلوماتي السابقة انه معالي وزير كان مستمر بدوام في وزارة المالية ادت ايام لغرض اطلاق هذه الرواتب وتدليل الصعاب واتخاذ القرارات السريعة في انصاف هؤلاء الشريحة الكبيرة داخل مدينة الموصل وهما الكفاءات العلمية ايضا حقيقة ناشدنا معالي وزير ان يتم افتتاح صندوق لعمار مدينة الموصل من خلال حساب لكل الكفاءات العراقية وابناء الشعب العراقي وابناء مدينة الموصل للتبرع ببناء الجامعة واعادة عمارها من جديد وحقيقة استبشرنا خيرا بانه سيقوم بهذا الموضوع وسنكون من المساهمين الفاعلين في هذا الموضوع تحديدا انا وزملائي كثير من النواب ان شاء الله